صباح الخير صباح الفل نسكولي خلطتا علينا توامز انا معاكم نحنا في الويكاند نوانسوا فيكم حتى للحديش امتاع صباح نحكي واليوم على مسابقة رمضان بنقط بلدي العربي اللي تنظمها الجمعية التونسية التكنولوجيات التربية الحديثة في الدورة امتحها الثانية يحضر بحثينا سيمو حمد علي العمير اللي هو المربي صباح النور مرحبا بيك معنا سيمو حمد صباح الخير مرحبا بيك يا عيشك مرحبا بيك شكرا على السيدة سيمو حمد نحكيو على مسابقة مزينا اللي هي مسابقة رمضان بنقط بلدي اولا عطينا نحبو تعريف على المسابقة هذية وتعطينا عليها فكرة المسابقة هذية هي نسخة ثانية النسخة الاولى كانت عمناول السنة الفارتة وقت اللي المدارس مغلقة في سورطو في رمضان بسبب الكوفيد قمنا بعملية مبادرة نقريه وتلامنا من الدار في نفس الوقت جاتنا الفكرة عليش ما نعملوش بارت الاكتيفيتاي مربوطة بيرمضان جاتنا الفكرة وعملنا هالمسابقة هذية عمنا والاخدمناها النسخة الاولى متاحا وتم تتويج حوالي 64 فايز معناها السنة عمنا النسخة الثانية متاحا وهي كما حكينا فيها هي تحت اشراف وزارة التربية بالشاركة مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والكبار السن بمستير هي شنو المبدأ متاحا هي دعم جسور التواصل بين الدول العربية خطرية مفتوحة على الدول العربية بخلاف تونس معناها الدول الأخرى تنجم تشارك معنا التعريف بها بن مبادرة العربية موجهة للتلاميذ من تونس وخارجها بعلوان رمضان بنوكة بلد العربي في رسختها الثانية والأهدف من التعريف بالعداد وتقاليد رمضان في بلد العربية وغير سروح القيم بالتعاون والتضامن والتآذر والمواطنة والاعتزاز بالهوية العربية في الناشئة يعني هوني شنو معناها؟ معناها تليم ذا اللي يحبوا يشاركوا بيش يحكيوا على رمضان كل واحد بطريقته معناها والمسابقة هذية تونسية وعربية بيش يكون فما تخوا كاتيجوري كل كاتيجوري عندها حاجة مطالبة بيش تعملها بيش نجو متشارك في المسابقة هذية تعطينا فكرة نعطيك فكرة هي المسابقة بفتوحة بين الأعمار تتروح بين الستة وخمستاشن سنة دونك احنا نحكيوا على بالنسبة للتحذيري بالنسبة للصغيرات هم بش يعملوا إنتاج مسرحية بمعنون ونحكيوا على الصغيرات بالكل ستة سنين براعم التحذيري هنا بش يعملوا مسرحية متجاوز العشرة دقائق المقطع هي تضمن تعريف دقيقي ويشامل الولاية والمعتمدية خطر احنا نحبوا نعرفوا بكل ولاية وعاداتها وتقاليدها في رمضان كيفاش تكون خطر كل ولايات وكل بلاد عندها عاداتها وتقاليدها في رمضان وممتون بش يحكي التفل على اللي بش يعرف بروحه بش يعرف بالروضة اللي هو فيها ونحبوا السنين نغرسوا حاجة جديدة هي مختلفة لعمنا هي العمل التضامني نحبوا نشوفوا نغرسوا الروح التضامن والتأهزر بالنسبة للصغيرات بالنسبة للتحذيري كما قلنا بش يعملوا مسرحية صغيرة متجس عشرة دقائق يعني يكتبوها المسرحية هما ولا يقدموها الأعدات بش يكون عند المراوضات امتاحهم هما المسرحية بش يجسموها لبراعم الصغيرات تعقدش وقتك عشرة دقائق هذي بالنسبة للتحذيري بالنسبة للابتدائي الابتدائي بش يقوموا بعملية مقطع فيديو مقطع فيديو دايما تجاوز الخمسة دقائق ولكن السنة حابينها باللغة العربية الفصحة معناها ما عمناه ولا حنا سمحنا كونه باللغة الدرجة فيها بعض السنة حابينها تكون في اللغة العربية الفصحة يعني في مقطع الفيديو هو اللي بش يحكي على الجهة متاعه يحكي على رمضان ويعرف بروحه بالبلاد اللي هو فيها بالعادات اللي هي فيها ومبليس لازم يعطينا عمل تضامن يقام به في شهر رمضان مثلا مثلا فما شكون بعض الثنة اللي في المدرسة متاحهم قاموا بيجمع بعض التبرعات بعض الأمواد الغذائية وهزوهم للتضامن خيب يا دي مثلا عمل تضامني ينجم يساهم مثلا في عدد مواد الافطار ينجم هو يمشي ويساهم يمشي شارك في عمل التطوع ينجم يكون عمل تطوعي فما عدة أعمال ينجم يقوم بها كل إنسان عنده الأفكار متاع وهم احنا نلوجه ديما في الأفكار بتالعبات باش كيفاش يجسم هالتعمال التضامني هذائي بيه تخيب يا ادي بالنسبة للبريمير اي بالنسبة للأعداد بالنسبة للأعداد هي بشي قوم عملية رسال ومضة أو لعبة بالسكراتش سكراتش هو برنامج ياخد موبيسوت ويقرأوا به الأعداد يعرفوه ومتمكنين منه يعرفوه ويقرأوه في الانفورمات ديك من السات يماني يقرأوه هو دجاحنا عملنا عليه عدة فورميسيونيات أقبل الحصص أونلاين عملنا لي حدد حصص وعملنا لي حتى عدد حصص ميدانية دونك بشي قيب نفس الكنسبت يعرف بروحه ويعرف المعتمدية بالمدرسة متاعه ويكون الموضوع ومضة اللعبة حول شهر رمضان وكيما قلنا ديما العمل التطوعي هذا كان ما موجود بيسر العمل التطوعي موجود مع الوامضة اللي نورمال مون لازمو يحضرها ولا لازمو يحضرها دونك من ستة لخمسة عشر سنين نجمو يشاركو يقول القيلسي محمد كيفاش النجم نشارك انا في المسابقة هذية الوين النجم نبعث بالنسبة لطريقة المشاركة هي فما فورم احنا هبتناها للباجمتا الجامعية بتاعنا فورم اذا تدخلت عم في انسكريبسيون متاعك التشجيل متاعك الثمانية ماي لازمك ترسل المنتوج متاعك الاميل متاع الجامعية اخر اجل النهار الثمانية ماي تلقى تلقى ديما في الانس متاعنا في عالي بقى عالي الريزو سوسيال بكل كسوال فيسبوك وغيره دونك بش تلقى انتي الفورم اللي بش تشارك فيه وممتان بش تلقى الاميل اللي بش تبعث عليها المنتوج متاعك ولا تخدم خدمتك تبعث المنتوج متاعك كذي بغميل من بعد بش تصير السيليكسيون فما لجنة تحكيم فيها العديد من الاشخاص باركال على اليوم نجولهم تحية الناس الكل هما اللي بش يعملوا السيليكسيون تعطينا فكرة على لجنة تحكيمة بالنسبة لجنة تحكيم عنا استاذ والشاعر وهذا نحكي لك على لجنة تحكيمة عمنا واللي هي بريسك نفسها بتاع السناء عنا شكون من المسرح عنا شكون من السليماء كما مثلا سي علي بنو عن سي فتحي متفقد عام في ميدان المسرح بوزارة التربية ومتاقعة عنا العديد والعديد من الأساذة كما مدير إذاعة مستير مثلا السيدة ليليا ومندوب الجهة والوزارة مندوب الجهة والتربية بمستير والعديد من مندوب المرأة هدية اللجنة هي مستقلة على الجمعية معنش من أعضاء الجمعية مش عضاء الجمعية مش موجودين في اللجنة هدية حبينا تكون معناها سيليكسيون خارجة على اللجنة هدية هي اللي بيش تعمل تقييم وتختار الربحين قدش بيش يكون فما من فيز معنش العدد احنا احنا عمناه كما قدتك 64 واحد نجم ويكون السناكيف كيف 64 نجم ويكونوا أكثر معناه هما لعنا معايير بش يخدم عليهم المعايير مثلا نحكي لك بعض المعايير كما الطرفة تناول الموضوع كما سلامة الخطاب كما العمل لتطوعي كيفاش بش يكون كما قدرة التلميذ على الاقناع والابلاغ المعلومة اللغة العربية المستعملة والطرفة في الانجاز قدر عمنا وجهنا بعض الأعمال بطريق طريفة معناها حلوة برشة دوك هدوم الكل بش يتم تعقييمهم وبعد يتحطوا المشاريع الكلهم كلاسمة واللي يتم الاختيار للمجموعة المبيعية اللي بش يتم اختيارهم ولي بش يتوجوا فما جوائز تستانى فيهم فما جوائز كما قلنا هي الجوائز فما لوحات رقمية من العدد بزلنا ما حددناها لحسب الاسبونسور متاعنا اللي بش يعطيونا آآ اللوحات الرقمية فما جوائز قيمة زيتها فما ش هي التكريم كما تراو فيها على الشهر بتاعنا فما مديمي داي معنا الحفلة بش تكون إن شاء الله في مستير آآ نزلوا بتيل حبيب وعطنا القاعة متاعه مجانية طريقة مجانية حبيعة وانا عجبتوا الفكرة متاع المسابقة فقال نعطيكم هنا القاعة بتعملوا فيها الحفلة آآ هو آخر أجال لتقديم التراش وحات قتل نهار ثمانيامي وقت ش تصير الحفلة؟ الحفلة بزلنا ما حددناش الموعد ما زلتوا ما حتى اللي تعملوا سيليكسيون وتشوفوا فما اقبال إلى حد موجود موجود اقبال عدد كبير برشاة بالنسبة هذي بالنسبة للي ما حضرتوا جمعية توا مع العيد ولا غير وعندكم شي حاجة أخرين قاعدين تخدموا عليها؟ عنا إن شاء الله واحد آآ مبادرة أخرى اسمها العيد بيعون الناشئة بين الفرح والإبداع هذي يكون آآ بش يقوم بإرسال تلميذ آآ بمعايدة بش يعمل معايدة المعايدة خليناها مفتوحة لكل إنسان كيفاش يحب يعمل لي حب يعمل مسرحة لي حب يعمل غينة القادرتي القرآن آآ آآ لنوفيل تكلولوجي نجا نخدم لنوفيل تكلولوجي هذي بش تكون إن شاء الله آآ أمسيا مش نعملوها أونلاين نهار 29 أفريل على الساعة التاسعة ليلة على منصة آآ تيمس ولا ولا هيدا هوا ينجموا آآ يعملوا المعايدات وينجموا يشيركوا في في الحداثة ذي اللي بش نظموا الجماعياتيك صحة آآ سيمو حامد علي العميري تفضل لها؟ حبيت نضيف لك كونو فما بالنسبة لهدومة للمسابقات احنا عملنا بالنسبة للتلم ده عملنا حصص معناها متفرقة كل مرة نعملو في موضوع معايد. مهم. سيرتوب بالنسبة اللي جبنا مسرحيين بش يعلم التلميذ كيفاش يقف كيفاش يحكي يلقى طريقة وطريقة تيمة. علمناهم كيفاش يعملوا بالتليفون معنا كيفاش ينتج المسر الأشرة متاعو كيفاش يقوم بالاعداد الصور يردهم في كل شيء وكنت الافتتاح أول حاجة كانت افتاح نهار 10 أبريل بحضور السيد وزير التربس يفتحي. مهم. احضر معنا مشكور احضر معنا بريسك ساعتين ونصف من دارو بالليل. مهم. عملناها احنا تسع عم تعليل وقدم معنا حتى البرسك اللي حداش. مهم. وتم معرض معناها بعض الأعمال متعامناه للفايزة. وتم مداخلة مثلا سي علي بن نور سي خالد بوزيد. آآ سيمونيا. آآ فما بعض عواطف مادام عواطف إعلامية. فما مادام إي ناس إعلامية متعدة. مهم بادي من كل مكانوا يحضروا معنا نهارة افتتاح. وبعد وصلنا كل مرة نجيبوا معناها جميع آآ 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 بحايا عبادة هوم اللي قوموا بعملية الاسيستانس. يعطيكم يعطيكم صحة ويعطيك صحة زيدا لي كنتي سي محمد علي العملي على المجهودات اللي آآ تبذلو فيها. انتي والجامعية زيدا انجنغال بش ربما زيدا كتليم ذا آآ محليها كي عملوا حاجوا يدخلوا في ديفي آآ ديما ديما تعطيهم الحافز ربما انهم يقدموا اكثر ويعطيوا اكثر آآ لروحهم ولبلادهم وبش يزيدوا ينميوا من قدراتهم اكثر بالمسابقات هذية. ان شاء الله هيك الهدف متاعنا. نحب ديما نحثوا الناشئة بش كمش يتحاول بش تبادر لأنه كي ما ترانتي الكوفيت للعوامة اللي فارطتها خليت العباد بداعتها على بعضها شوية. نحن نحاولوا احنا بش نلموا بش نحاولوا نخليوا لناشا تدخل في مسابقات كي ما كيف زادا ما ولا بش يحفزهم وبش يعطيهم طموح اخرين لقدام وبش يحاولوا حتى من تطوير ذاتو ينجم يتطور في ذاتو. ان شاء الله. ان شاء الله. يا تيك سحة مرة اخرى اسم محمد عبيل العميري. شكرا لك على حضورك آآ معنا وحف موافق اكيد ليكنتي بليكي بالكل. راجعينا معكم نحن بعد شوية. العشرة غنضيفوا معنا زيها نصري بالاخبار الوطنية والعالمية. مكملين بالموزيكات وتسويت شيرين كل